محافظة حمص حيث افتتحت المحافظة بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمركز الثقافي العربي في المحافظة دورة بعنوان كاميرا أنا قادر مئة لوحة عكست رؤية المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحساسهم بالجمال وتعلقهم بمدينتهم كاميرا الإخبارية السورية كانت موجودة برفقة مراسلنا أسامة دايوب خلونا نتابع عودة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي ترعى زوي الاحتياجات الخاصة بهذا الشكل وبهذا النشاط هي دليل على أن البعد الإنساني والإخلاقي والقيمي لدى المجتمع في محافظة حمص وفي مدينة حمص بشكل خاص حقق الشروط المطلوبة بالمعنى الإنساني حبينا نضيق على هالنقطة أن أولادنا قادرين يشغلوا وقادرين أن يكونوا عنصر فعال بالمجتمع وقادرين يعملوا شيء يمكن الأسوياء ما قادروا يعملوا فهلا حتشوفوا الصور أنه هني كيف صوروا بحمص الأديمي بمناطق مختلفة من حمص صوروا رفقاتهم صوروا فعاليات عملنا حتى هذا المعرض هو عبارة نتيجة دور التصوير ضوئة لزويل الاحتياجات الخاصة أطفال هدول بكتير بحاجة لرعاية واهتمام فكان الهدف التعامل مع هاي الفئة العمرية لعندن إصابات داون وإصابات تخلف عقلي أنه نظهر مدى نظرة المجتمع إلون ومدى هني شو قادرين أن نحن بخلال الكاميرا أنا قادر أن ينقلوا تفاعل وحاسيسون وشو في عندهم مشاكل وكيف ينظروا للحياة هني كأطفال عندهم إعاقة إحنا على الحمص قديمة وصورت وقيقة وكل شيء يعلمونا البيج وفقاتي والحياة أكيد معرض جميل بمثل شريحة من المجتمع هي شريحة ضرورية أنه نمتبه له المعرض جميل جدا وأعطى صورة جميلة لهذول الأطفال اللي نحن منعتبرون أنه ما نومنسيين أبدا وعطوا رسم كتير جميلة وراقي جدا لإنسان نعتبره أنه ما نوموجوده لكنه مبدع في الحياة اكتشفوه وعم يقدم كل طاقته في الرسم في الفن في الموسيقى الأفكار طبعيته كتير حلوة يعني الطفل طالع الشيلي مخزن جواته هلأ ممكن نحن كمان يعني بالتعاون مثلا مع بقية الجمعيات وتعاون الأهل أنه نطالع الشيلي متخبه أكتر بالطفل يطالع لنا أفكار أكتر أفكار معبرة أكتر ندر من خلال الصور الأطفال عبر عن مواهبون ندر يبرزوا حالهم يبرزوا شخصيتهم الاهتمام بهذه الشريحة يعني كانت فكرة كتير كتير حلوية اشتركوا في القناة